موسيقى هذه ساعة جديدة من القارة الأخبارية نخصصها مع جولة لشبكة مرسلين في مواقع وعواصم مختلفة أهلا بحضراتكم موسيقى بالأمس بكت سماء العاصمة الفرنسية باريس صحايا غزة حالة من الدمار الواسع طالت مدينة خان يونس موقف اليونان أصبح أكثر تضامنة مع القضية الفلسطينية نحن هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني ولكن القطاع الغربي لم يسلم أيضا من العدوان الإسرائيلي لإسرائيل كان هناك دعوات لتوسيع نطاق هذه التظاهرات هناك انتخابات لأربع مناطق في تركيا تصد أوكراني شارس وتقدم روسي واضح ودعم سخي من الغربي حلم من الرعب تسود أجواء العائلة في ظل هجمات المسوطنين المتزيدة عليهم لكنهم ظلوا يرفضون على الدواء فكرة التهجير وطمس الأوية من هنا منهم أريو ننقل لكم الخبر والحكاية والمتابعة والتعليم نبدأ هذه الجولة من قطاع غزة حيث استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال أو في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أفدت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أيضا شمال غرب مخيم البريتش كما قصف الاحتلال محيط مصنع العودة على شارع صلاح الدين شرق دير البلح وفي سياق المتصل أكدت الصحة الفلسطينية استمرار عمل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة يأتي ذلك على الرغم من إعلان الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى منطقة عمليات مزيد من تفاصيل لنضم وليا الزميل يوسف أبو كويك مرسل القيارة الإخبارية من خنيونس يوسف أهلا بك في هذه الساعة كنت معنا منذ دقائق قليلة في النشرة السابقة وتحدثت عن آخر وأهم الأحداث والعمليات الميدانية العسكرية للعدوان الإسرائيلي في يومه الخامس والعشرين بعد الثلاثمائة دعنا نتحدث بداية عن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المستشفيات المنشآت الصحية والطبية كان هناك أحاديث عن توقف مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح آخر الأخبار فيما يتعلق بهذه المستشفى وهل لا تزال تعمل مع إعلان منطقة المستشفى منطقة عمليات بالفعل كل الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تشهد مزيد من الضغط على المنظومة الصحية في قطاع غزة بوسائل وأشكال مختلفة عملية إخلاء بلوك رقم 128 في المحافظة الوسطى حتى وإن حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يرسم الجزء الشرقي من هذا المربع أنه هو المطالب بالإخلاء لكن ذلك يعني أن خطرا محدقا بات يتهدد مستشفى شهداء الأقصى لذلك بعض المشافي تتعرض إلى الضغطات من خلال عمليات التوغل البري وأخرى اليوم لا يتواجد فيها ما يكفي من كميات الوقود اللازمة لتشغيل هذه المشافي كما هو الأمر في شمال قطاع غزة مع مشفى العودة وكمال عدوان والأندونيسي الواقع الصحي يزداد سوءا في ظل هذه الإجراءات الإسرائيلية إضافة إلى ذلك أن هذه المخاوف التي خلقتها حالة النزوح من مستشفى شهداء الأقصى جعلت بعض الكوادر الطبية تفكر هي الأخرى بمغادرة المشفى خشية من تكرار تجارب سابقة تعرض فيها الأطباء إلى عمليات اعتقال وهناك من الأطباء من اعتقلوا من مشافي قطاع غزة وجرى إعدامهم داخل أقسام التحقيق الإسرائيلية وليس ببعيدة دكتور عدنان البرش وغيره من الأطباء لذلك مشفى شهداء الأقصى كان يتواجد فيها على الأقل 500 مريض وجريح الآن لا يتواجد في هذه المشفى سوى 100 مريض سبع منهم في قسم العناية المكثفة في الساعات الأخيرة نزح المئات باتجاه المجهول حاولوا العودة إلى خيامهم إلى بيوتهم أيضا عملية النزوح المتواصلة واليوم نتحدث عن درجات حرارة تصل إلى 36 درجة مئوية هذه في الخيام تتجاوز 45 درجة مئوية اليوم نتحدث عن عذابات النزوح التي تتسبب بها الإجراءات والقرارات الإسرائيلية المتواصلة قبل فترة وجيزة سعت وزارة الصحة لإعادة تأهيل مستشفى غزة الأوروبي الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة خانونس لكن هذه المشافي مقارنة بحجم الدغوطات لا تكفي لأن المحافظة الوسطى لوحدها يتواجد فيها اليوم قرابة مليون فلسطيني ومستشفى شهداء الأقصى كانت تقدم الخدمات لمليون فلسطيني هناك محطة الأكسوجينة التي تستفيد منها بقية المشافي هناك قسم غسيلة الكولة وهي ربما تقدم خدمات اليوم حتى للنازحين من المحافظة الشمالية ومن مدينة غزة من خلال هذه المشفى إذا ما وصل الاحتلال الإسرائيلي عند تخومها ونفذ تهديداته التي قال إنه سيقوم بعملية برية هناك وسيصبح هذا المربع منطقة عمليات خطيرة يعني خروج المشفى عن العمل يعني تهديد قطاعات واسعة من المرضى بأن الاحتلال الإسرائيلي سيحرمهم من غسيلة الكلا سيمنع أيضا وصول المصابين والمرضى إلى هذه المشفى لذلك لا تزال المشفى تعمل وتؤكد وزارة الصحة أنها تعمل رغم البيان والتضارب الذي جرى بعدما تحدثت بلدية دير البلع عن خروج المشفى عن العمل لكن لا تزال الطاقم الطبية متواجدة هناك على أمل أن لا ينفذ الاحتلال الإسرائيلي هذه التهديدات وأن لا يتقدم باتجاه مربع 128 نبقى في القطاع الطبي أيضا يوسف وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت عن وصول الدفع الأولى من لقاحات شرد الأطفال هل هناك بنية تحتية طبية في قطاع غزة مؤهلة على الأقل لحفظ وتبريد هذه اللقاحات قبل توزيعها الوزارة قالت إن مليون ومائتين وستين ألف لقاح وصلوا إلى قطاع غزة عبر منظمات دولية ربما للإحتفاظ بهذه اللقاحات تكون ضئيلة نظرا لقطاع شبه الدائم للكهرباء وأحيانا تتعطل بعض الأقسام ولا تصلها الكهرباء في مشافي غزة لكن ربما الأخطر هل هناك خطة لتقديم هذه اللقاحات لقرابة ستمائة وخمسين ألف طفل في قطاع غزة قيل إنهم سيخضعون للتطعيمات التي وصلت إلى قطاع غزة هل بمقدور وزارة الصحة والمؤسسات الدولية العاملة في غزة أن تقدم هذه اللقاحات في ظل غياب الأمن التام في ظل أيضا عدم استقرار هذه العوائل أيضا النقص في عدد الكوادر الطبية لذلك المؤسسات الدولية اليوم تطالب على الأقل بتوقف إطلاق النار لمدة أسبوع من أجل إيصال هذه اللقاحات للأطفال وتقديمها من أجل مكافحة شال الأطفال الذي ظهر لأول مرة في قطاع غزة منذ 25 عاما الفلسطيني اليوم والقطاع على وجه الخصوص بحاجة إلى مزيد من النقاط الطبية التي تمكن هذه الطواقم من الوصول إلى المحتاجين لهذه التطعمات القضية معقدة وهي بحاجة ربما لخطة قد توضع في قادم الأيام لتبدأ عملية تطعيم الأطفال في مختلف النقاط الطبية والمشافي العاملة هنا في غزة المدارس أصبحت هدفا معتادا ويكاد يكون يوميا في قطاع غزة بالنسبة لقوات الاحتلال مدرسة في مخيم النصيرات أيضا في المحافظة الوسطى تعرضت لقصف من قبل قوات الاحتلال من الذي حدف بالفعل اليوم إحدى المؤسسات الدولية تقول أنه في غضون شهر استهدف الاحتلال الإسرائيلي 12 مدرسة بالقصف غالبا من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية وهي جرائم أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين اليوم سقطت قذيفة مدفعية على مدرسة المعز بن عبد السلام في منطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وهو قصف أسفر عن استشهاد مواطنة وإصابة آخرين استهداف المدارس باتت سياسة إسرائيلية ممنهجة هناك أكثر من 80% من مدارس القطاع دمرت وفي الآونة الأخيرة بات الاستهداف بذريعة وجود مسلحين داخل هذه المدرسة والاحتلال يقول أن هذه المدارس تستخدم كبنة تحتية للمسلحين رغم أنه في كثير من المرات وفي معظم المراحل تثبت الأرقام والأسماء أن من يقتلوا داخل هذه المدارس هم من النازحين سواء من الأطفال أو من النساء لأننا نتحدث عن مدارس تعج بآلاف النازحين تستهدف من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية وهو ما جعل هذه المدارس مناطق غير آمنة لكن عدم وجود بدائل تفرض على الفلسطينيين البقاء داخل هذه المدارس والبعض أيضا من النازحين يراهن على أن هذه المراكز قد تصل إليها المؤسسات الدولية لتقديم المساعدات الغذائية للاجئين والنازحين داخل مراكز الإيواء لسيما تلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونوروة شكرا جزيلا يوسف أبو كويك مراسل القائلة الأخبارية من خان يونس في قطاع غزة على كل هذه المعلومات اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي رفقة تعزيزات عسكرية محيطة البلدة القديمة في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة أفدت وسائل أعلام فلسطينية بمداهمة قوات الاحتلال لعدد من منازل الفلسطينيين خلال اقتحامها مخيم شعفاط في القدس المحتلة عليت حال تضم وليا الآن الزميلة ولا السلامين من رمالة ولا أهلا بك في هذه الساعة يبدو أن نابلس كانت هدفا لقوات الاحتلال خلال الساعات الماضية أليس كذلك؟ نعم صحيح منطقة الشمال همام دائما هي ما تصب الأنظار من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الفدن والبندات والقرى والمخيمات شمال الضفة الغربية صباح هذا اليوم فوجئت مدينة نابلس بإغلاق للمداخل والمخارج مما أدى إلى أزمات مرورية قانقة للمواطنين بفعل الضيقات التي يعمل تقوم الاحتلال عدة حواجز كانت مغلقة منذ الصباح ولغاية هذه اللحظات أيضا نتحدث عن ما حصل يوم أمس بالقرب من مدينة سالبيد قام مستقن باستدار أحد المواطنين أو شابين من المواطنين وبعد ذلك قام بخطهم ليتبين بعد ذلك أن الشابين بتسجيل صوقي بعث على مجموعات لمدينة جنين بأنه تم استدراجهم من قبل هذا المستقن وقاموا بالقرار لا يعرف إلى أين ولكن جنود الاحتلال قام المستقن بإخبار جنود الاحتلال أن هؤلاء الشابين كانوا يريدون تخلص منه وأيضا يريدون تنفيذ عملية فقامت جيش الاحتلال والسنفر في تلك المنطقة بالقرب ما تسمى مستوطنة أرائيل وقاموا بإطلاق وابل من رصاص الحي على الشابين نتحدث عن 646 فلسطيني قد ارتقوا برصاص جنود الاحتلال منذ السابع من أكتوبر أيضا نتحدث عن غرب مدينة رام الله بالتحديد في ديق قبيس قام مستوطنون في الهجوم على المواطنين في تلك القرية وبعد ذلك كان هناك حماية لجنود الاحتلال هؤلاء المستوطنين الذين كانوا في العشرات قاموا بالتجول في القرية وأيضا مداهمة عدد من المنازل غير مأهولة بالسكان يترى أن هذه المنطقة قد قامت قوات الاحتلال بالاستيلاء على 441 دونما من أراضي ديق قديس دير عمار وشبتين من هذه المنطقة غرب مدينة رام الله وأيضا تحدثت هيئة مقامة الجدار والاستيطان في 2024 قامت أكثر من 17 مستوطنة في أنحاء متفارقة من الضفة الغربية أيضا كما تحدث عن الخبر في مخيم شعفات كانت قوات الاحتلال قد داهمت المخيم من عدة مناطق واستخدمت أحد أشبان الفلسطينيين كدرع بشري لتنقل في المخيم ومداهمة عدد من المنازل الفلسطينية في تلك المنطقة أيضا نتحدث عن إحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحرارين تحدثت أن هناك 15 فلسطيني جرى اعتقالهم منذ مساء يوم أمس ولغاية هذه اللحظات ليبلغ عدد الفلسطينيين الذي جرى اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر إلى 710.200 فلسطيني على الأقل من مختلف محافظات الوطن بما فيهم القدس المحتلة أيضا تعاني هيئة الأسرى والمحرارين من شح ضئيل في المعلومات حول أهلين من قطاع غزة منهم السكوشي وأيضا انطقل داخل في سجون الاحتلال وتتبع مصلحة سجون الاحتلال ومنحل المعلومات لأهلين من قطاع غزة هذه مجمل الأوضاع في الطفاة الغربية فيما عند مثل مخيم قلنجيا قامت قوات الاحتلال بإطلاق مصارى الحافلات ظنن منهم وبزعم بأن هناك جسم مشبوه في هذه المنطقة وتشهد حاجز قلنجيا أزمة مورورية فارقة وهو الذي يفصل مدينة رمالا والفيرة وأيضا مختلف أطفال غربية عن مدينة قدس المحتلة ولا السلامين من رمالا شكرا لك على كل هذه المعلومات وعلى هذه الإفادة قال زعيم المعارضة الإسرائيلية إير لبيد من حكومة بن يمين نتنياهو كان يتعين أن تغير سياستها تجاه الحرب في غزة منذ فترة طويلة طلب لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بعقد صفقة تبادل لإعادة المحتجزين في غزة وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية أنه لا ينبغي أن يكون الهدف هو استمرار الحرب في قطاع غزة معتبرا أن نتنياهو قد فقد السيطرة على الحكومة الإسرائيلية في سياق آخر أكد وزير الأمن القومي إتمار بن كفير أن سياسة إسرائيل تسمح بالصلاة في جبل الهيكل أي المسجد الأقصى وأن هناك قانونا متساوى بين اليهود والمسلمين مشيرا إلى نيته بناء كنيس في جبل الهيكل والرئاسة الفلسطينية كما تظهر على شاشتنا تقول أن دعوات بن كفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى خطيرة جدا وهي محاولات لجر المنطقة إلى حرب ستحرق الجميع في سياق المتصل قال وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت أن الحرب على حزب الله ستكون في المستقبل البعيد وليس الآن وأضاف جالنت أن الجيش الإسرائيلي أفشل هجمات حزب الله وتصدى لمئات الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقها حزب الله تجاه إسرائيل دانا أبو شمسية مرسلة القائرة الإخبارية من القدس المحتلة تنضم وليه الآن على الهواء المباشرة أهلا بك دانا في هذه الجولة نبدأ بتصريحات بن كفير التي دائما ما ينظر إليها على أنها مستفزة إلى ماذا يستند بن كفير في دعوته ليقامة كنيس داخل المسجد الأقصى كان هناك انتقاض وانتقاض واسع من داخل أعضاء الحكومة والكنيسة ذاته عقب تصريحات بن كفير الأخير تحدث بن كفير وقال بأن سياسته تختلف عن سياسة بن يمين نتنياهو وهذا الاعتراض الأول كون بن كفير هو وزير داخل هذا الائتلاف الحكومي أي أن سياسة بن كفير يجب أن تتبع لسياسة بن يمين نتنياهو أو يطبق سياسة بن يمين نتنياهو المعمول فيها داخل الائتلاف الحكومي خرج وقال بأن سياسته مغايرة لسياسة بن يمين نتنياهو فيما يتعلق في المسجد المبارك وقال بأنه لو ترك الأمر له فأنه سيعمل على إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى كنا في الزمان السابق نتحدث عن تقسيم زماني ومكاني نتحدث عن السماح للمستوطنين بتأدية رقصات وصلوات المدية ذهب بن كفير في تطرقه إلى أبعد من ذلك حينما قال بأنه لو سمح الأمر له لا أضاف وبنى كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك وقال بأنه لربما يسمح للمسلمين بالصلاة داخل قائد البراق حتى لا يقال عنه عنصري بأنه يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بتأدية صلوات في مكان غير مسموح للفلسطينيين المسلمين وكذلك الحال قال بأنني لو قلت بأنه لا يمكن للمسلمين الصلاة داخل المسجد الأقصى لقتلتموني ولكنني أتحدث عن ديمقراطية عن مساواة وكأنه يساوي بين الضحية وبين الجلات بأن المسجد الأقصى وفق القانون الدولي وفق القوانين الربانية بأنه حق ومكان خاص وخالص للمسلمين وحدهم جميعا اليوم خرج وقال بأنه يسعى إلى بناء هذا الكنيسة اليهود ويسعى إلى السماع لليهود وبأنه حق لليهود للصلاة في كل باحات المسجد الأقصى المبارك رد على هذه التعقبات بن يمين نتنياهو بداية وقال بأنه لا تغيير في الوضع التاريخي القائم أي الاستاتيكو كما ذكرت بأن المسجد الأقصى في مساحة البالغة 144 دنم وما يزيد عليها بقليل هي للمسلمين وبأنه لا يسعى إلى تغيير هذا الوضع القائم بأن بن يمين نتنياهو يعي خطورة مثل هكذا التصريحات وبأن المسجد الأقصى كان ولا يزال فتيل شعلات المنطقة ولكن الانتقادات أيضا موجهة إلى بن يمين نتنياهو هو بسبب قياب القانون الرادع لو كان هناك قانون رادع لو كان هناك لجم لإتمار بن كبير بتصريحاته هذا لما تمادى الأخير في مثل هكذا التصريحات حتى وزير الداخلية موشي أربيل وهو من حزب شاز أي اليهود الشرقيين الذين لديهم رأي مختلف فيما يتعلق في المسجد الأقصى ولا يحبذون الصعود إلى جبل الهيكل طالما لم يحرد ويقصدون بذلك تحريره وهدم المسجد الأقصى لا سمح الله وبناء الهيكل المزعوم بدلا عنه لذلك كان هناك انتقادات من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي وقال بأن مثل هكذا تصريحات تضر بعلاقة إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية في الشرق الأوسط التي قد تشكل تحالف لصد محور الشرق الإيراني على حد تعبيره كذلك الحال كان هناك تصريحات من وزير الأمن الدفاع يؤف جلنت وربط بين إنجاز ما سمى والإنجاز العسكري مع الفدود الشمالية ولجم حزب الله بأن هذا النجم عزز مكانة إسرائيل وبأن تصريحات إتمار بن كبير يعني تضحط كل هذه التعزيزات وأيضا تنزل من مستوى إسرائيل لدى العالم ولربما كانت هناك تصريحات إلى دعيم المعارضة الإسرائيلي الذي ليس فقط وجه انتقاداته إلى إتمار بن كبير بل إلى بن يمين بن يهو الذي قال بأن السماح مثل هكذا التصريحات يعني أنه لا استراتيجية لا سياسة ولا حتى حكومة كذلك بن جامس وأخيرا كان هو أيضا أدل بتصريحات انتقد فيها إتمار بن كبير ومثل هذه التصريحات ونشر رسالة إلى أعضاء الحكومة الآخرين إلى ضرورة وضع حد مثل هكذا سياسات حتى لا تقع الحكومة كلها في شرق في إشعال المنطقة على حدث أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يقول تقويض الوضع القائم في جابل الهيكل هو عمل خطير وغير مسؤول وتصرفات بن جفير تعرض الأمن القوم الإسرائيلي للخطر دانا هناك العديد من الأخبار في تل أبيب وفي إسرائيل اليوم من بينها يائر لبيد يقول أن حكومة بن يمين نتنياهو كان يتعين أن تغير سياستها تجاه الحرب في غزة منذ فترة طويلة هل هذا يتناقض مع تصرحات لبيد الدائمة من أنه إذا ما قامت هذه الحكومة بالحصول وبالمضي قدما في تنفيذ صفقة في قطاع غزة وإناء هذه الحرب فسوف يعطيها حصانة حكومية إنجاز هذا الوصف يعني تصريحات لبيد تكون على خطين متوازعين وليس متناقضين وخاصة بأنه يقول بأن هذه التقومة لا تعرف كيف تدير البلاد وبأن الأولى وسلو أورويلات هذه الحكومة يجب أن يكون ملفة المفاوضة وإذا كان بنيمين نتنياهو متسوف من حل هذه الحكومة بسبب تهديدات إقناع من فيل واسمودريج فأنه يمكن تشكيل شبكة أمان أو تقديم شبكة أمان من المعارضة الإسرائيلية التي تحصل على 58 مقعد مقابل 52 مقعد للإتلاف الحكومة وكأنه يحاول إقناع بنيمين نتنياهو نتنياهو ويصف بجانب اليمين المتطرد الذي يلدي بضرورة إبادة هذه الحرب هذه انتقادات وجهت إلى بنيمين نتنياهو ليس فقط على لسان زعيم المعارضة حتى أن جالنت اليوم في تصريحاته كان قد أيد صفقة التبادل من جديد وقال بأنه يؤيد إتمام هذه الصفقة لأن هذه الصفقة قد تتيح إعادة المحتجزين ومن ثم هذا ينعكس على تسوية وهدوء عند الحدود الشهر الخبر اللافت الذي صادر عن جيش الإسرائيلية اليوم أيضا أن الطائرة رقم خمسمائة من المساعدات العسكرية منذ السابع من أكتوبر حطت ووصلت إلى تل أبيب هذا رقم كبير دانا لم يمر على السابع من أكتوبر سوى ثلاثمائة وخمسة وعشرين يوما أي بمعدل كل يومين ثلاث طائرات مساعدات عسكرية وصلت إلى تل أبيب هذا رقم كبير أليس كذلك؟ بالفعل ولربما هذا يندرج ضمن الدبلوماسية الإسرائيلية التي يسع إليها بنيمين نتنياهو لازيما في محاولة فرض نفسه في زيارات رسمية إلى الإدارة الأمريكية وإلى البيت الأبيض في واشنطن ولربما استغلت زيارة الأخيرة والكلمة التي كانت في الكونغرس أمام مجلسيها الشيوخ والنواب للحديث عن ضرورة استبرار الدعم العسكري الإسرائيلي وخاصة بعد الاتحامات التي كانت قد وجهت على لسان بنيمين نتنياهو إلى الإدارة الأمريكية بأنها تؤخر وصول هذه المساعدات هذا ما أدى إلى فطور في العلاقة بين الولايات التحدى وإسرائيل ولكن ما نراه على أرض الواقع هو استمرار إمداد إسرائيل في هذه الذخائر العسكرية التي يقول بنيمين نتنياهو أنه كلما زاد حجم هذه المساعدات والذخائر العسكرية كلما ساعدته في إنهاء الحرب أسرع وهو ما توده الولايات المتحدة الأمريكية لربما بنيمين نتنياهو يحاول استغلال هذا الهدف من قبل الإدارة الأمريكية بأنه إمداده في ذخائر واسعة وكبيرة وثقيلة قد ينهي الحرب في أسرع وقت ولكن على أرض الواقع نتنياهو لا يريد استمرار لا يريد وقت هذه الحرب بأن لذلك اعتبارات أيديولوجية سياسية وحتى شخصية لبنيمين نتنياهو ولكن كلما يهم وهو استمرار الدعم والتأكيد على أن إسرائيل وأمريكا خلفاء وبأنها أكبرت داعمين لها لضغط محور الشرء الإيراني كما يقصد وبذلك ما زالت التوقعات الإسرائيلية بأنه سيكون هناك رد من إيران من اليمن من العراق أو حتى كل الردود ستكون مجتمعة مع قطاع غز لذلك تعزز إسرائيل مكانتها عند الولايات المتحدة مع استمرار وصول هذه الدخائر والتي تتناولها وسائل الإيراني هذه الأخبار بأنها إنجاز يضاف إلى سلك الدولماسية الإسرائيل هذه الطائرات الخمسمائة يضاف إليها أكثر من مئة شحنة بحرية قادمة فقط من الولايات المتحدة الأمريكية منذ السبع من أكتوبر ومن معروف أنها حمولت السفن البحرية والمعدات العسكرية في البحر تضاعف ربما حمولة المعدات العسكرية القادمة جوّا إلى تل أبي وليس حال شكرا جزيلا دانا أبو شمسية مرسلة القائرة الإخبارية من القدس المحتلة على كل هذه المعلومات أفاد مرسلنا بأن طائران الاحتلال استهدف سيارة جنوبي لبنان وذكر أن الاستهداف وقع على مدخل بلدة عبرة في مدينة صيدة ولم ترد أنباء فورية عن هوية المستهدفين في السيارة فيما أكدت وسائل الأعلام اللبنانية أن حادث استهداف السيارة كان محاولة اقتيال لشخصية فلسطينية لكنه فشل ينضم إلي من منطقة مرجعيون في الجنوب اللبنانية الزميل مصطفى عبد الفتاح مرسل القائرة الإخبارية من هناك مصطفى أهلا بك في هذه الساعة بداية هل اتضحت هوية المستهدف من هذه السيارة التي أعلن جيش الاحتلال أنه استهدفها يعني حتى الآن لم تتضح هوية من كانت تريد سلطات الاحتلال استهدفه عند مدخل مدينة صيدة حيث قامت مسيارة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف سيارة كانت هذه السيارة تقف ولا تسير على الطرقات ولكنها كانت تقف على جانب الطريق وتم استهداف تلك السيارة من خلال صاروخين استهدفوها عندما كانت هذه السيارة تقف عند ملتقى طرق على ناحية مدخل مدينة صيدة نتحدث عن ما ذكرته وسائل الإعلام اللبنانية والتي قالت أنه ربما كانت هذه المحاولة هي محاولة لاغتيال أحد الشخصيات القيادية في الفصائل الفلسطينية ولكن لم يفسح عن الاسم بعض لذلك فهناك خوف من أن يفسح عن الاسم الذي كانت قوات الاحتلال تريد تصفيته وأن يتم تتبعه مرة أخرى ربما هذا كان هو السبب في عدم إعلان الاسم وعدم الخلط بين الأسماء في هذا التوقيت الحارج في ظل ما تقوم به قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال الإسرائيلي من منهج متبع في تصفية القيادات الفلسطينية من الفصائل المقاومة الفلسطينية خاصة في مدينة صيدة وبالقرب من مخيم عين الحلوة الذي يضم عديد من الفلسطينيين والقيادات الفلسطينية من الفصائل المقاومة لذلك فالأوضاع حتى الآن في مدينة صيدة هناك يعني حالة من حالة الارتباك في المنطقة التي وقعت بها الحادثة فيما عمّت الهدوء باقي أنحاء مدينة صيدة وانتقل هذا الهدوء أيضا إلى المنطقة الحدودية الجنوبية التي نحن بصدد الوقوف فيها الآن يعني حالة من حالات الهدوء التام خلال الساعات الأولى لصباح هذا اليوم وحتى هذه الساعة يعني هو هدوء هام هدوء تام ربما هو الهدوء الذي يلي العصفة وبحسب تصريحات بعض وسائل الإعلام فإن هذا الهدوء ربما يؤشر على أن الهجمات والمواجهات ما بين الجبهتين وما بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله ستتوقف ولو لبضعة أيام وذلك بعد إعلان حزب الله من خلال كلمة الأمين العام له بأنه يعني أراد الرد على مقتل قائده العسكرية فؤاد شكره أن الحزب بالفعل حقق هذا الهدف طيب هل هذا الهجوم الذي وقع في صيدة قبل دقائق قليلة هو الهجوم الأول منذ الهجمات العنيفة والواسعة بين حزب الله وإسرائيل يوم أمس يعني لم يكن هذا هو الاستهداف الأول في مدينة تصيدة للقيادات الفلسطينية من المقاومة الفلسطينية كان هناك استهداف منذ حوالي عشرة أيام أو أقل لأحد القيادات من المقاومة الفلسطينية وبالفعل كان هناك هذا الاستهداف الذي نتج عن مقتل أحد القيادين بحركة المقاومة الفلسطينية وكانت هذه الحادثة بالقرب أيضا من نفس المنطقة في المنطقة المجاورة لمخيم عين الحلوى وهذا هو المستهدف دائما في كل العمليات التي تقوم بها سيدة واحدة من مدن الجنوب اللبنانية لدائمة الاستهداف من قبل قوات الاحتلال لكن كان سؤالي مصطفى ما يتعلق بالهجوم الواسع الذي شنه حزب الله وردت عليه إسرائيل بالأمس هل ما حدث اليوم في سيدة هو التصعيد الأول منذ هجوم الأمس نعم بالفعل يعني هذا هو يعد التصعيد الأول منذ توقف العمليات وإعلان الجبهتين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله بأنهما أنهي العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني وأيضا في العمق الإسرائيلي أو في الأراضي المحتلة هذا هو يعد التصعيد الأول في الجنوب اللبناني وربما لم يحقق النجاح منه وبحزب تصريحات من وسائل الإعلام اللبنانية بأن هناك نية من الجانب الإسرائيلي في الأيام القادمة بأن هناك تصعيد من خلال المنهج المتبع في تصفية واختيالات لقيادات في الحركات المقاومة الفلسطينية أو لحركة حماس أو لحزب الله كل هذه الاغتيالات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية ربما هذا سيكون هو المنهج المتبع خلال الأيام القليلة القادمة ولن تتبع سلطات الاحتلال يعني فرض هجمات عسكرية قوية مثل هجمات الأمس خلال الأيام القادمة ربما الجنوب اللبناني سيشهد بعض الهدوء بعد إعلان الجبهتين أنهما أنهي المراحل الأولى من الهجمات سواء كانت مراحل هجومية استباقية كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أو مرحلة الدفاع والرد التي أعلن حزب الله أنه أنهى هذه المرحلة بالرد على اغتيال قائده العسكري هل نتوقع أيضا رد حزب الله أو رد من حزب الله على هذا الهجوم الذي استهدف السيارة لأحد عناصر اللي أدري إذا كان مقامة فلسطينية أو تابع لحزب الله في سيدة اليوم يعني في المؤتد كان حزب الله يرد على هذه المرحلة يعني دائما ما كان الرد من قبل حزب الله يكون رد باستهداف أحد المواقع العسكرية والاستراتيجية التابع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والقريبة من الحدود اللبنانية كان هذا هو المتبع باستهداف نقطة أو نقطتين في كل عملية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي عفوا في الداخل اللبناني سواء كانت في الجنوب أو في البقاع الشرقية أو في الضحية الجنوبية كان دائما الرد يكون رد محدود ولكن على أي حال فإن حزب الله يبدو على أن هذه الردود المحدودة ستكون هي المنوال خلال عمليات الرد من حزب الله في اتجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلي شكرا جزيلا مصطفى عبدالفتاح من الجنوب اللبناني على كل هذه التفاصيل وعلى هذه الإفادة نبقى في لبنان حيث بحث وزير الخارجيات اللبنانية عبدالله أبو حبيب في اتصالنا هاتفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بحث التطورات الميدانية في جنوب لبنان والمنطقة وطلب وزير الخارجيات اللبنانية الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها المستمرة على لبنان والالتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 وأكد الجانبان أهمية استمرار الجهود والمساعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من جانبه أعرب منسق السياسة الخارجية والاتحاد الأوروبي عن تأييده لموقف لبنان المطالب بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن مزيد من المتابعة ينضم إلي من محيط مجلس الوزراء اللبناني في بيروت الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية أحمد أهلا بك إذا كان لديك تفاصيل عن هذه المكالمة الهاتفية بين جوزيب بوريل ووزير الخارجية اللبناني وآخر التطورات الدبلوماسية في بيروت نعم تحياتي لك في البداية بالفعل هذه المكالمة جرت اليوم بناء على التطورات التي دات الحدود اللبنانية الجنوبية خلال الساعات القليلة الماضية وبناء أيضا على موقف الدولة اللبنانية الذي أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بعد اجتماع وزاري بالأمس وقال أن لبنان يريد التطبيق الكامل للقرار 1701 علما بأن هذا القرار كان هو مفتاح وقف إطلاق النار في حرب تموز يوليو عام 2006 وهذا القرار لم يطبق بكافة مندرجاته حتى الآن وبالتالي لبنان يتمسك بالتطبيق الكامل لهذا القرار أي أن لبنان يتمسك بالحل السياسي والدبلوماسي للوضع على الجنوب اللبناني ولا يريد أي تصعيد في المنطقة فكان في هذه المكالمة تثمين من قبل بوريلي الموقف اللبناني المتعلق بها القرار 1701 ولبنان أيضا كان قد طالب بالضغط على إسرائيل لوقف الممارسات العدائية تجاه الدولة اللبنانية ووقف الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 وهو ما أكد عليه أيضا وزير الخارجية والمتاربين بحكومة تصريف العمال اللبنانية عبدالله أبو حبيب خلال هذه المكالمة دعا الاتحاد الأوروبي لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات لتكون هذه العملية عملية وقف الانتهاكات الإسرائيلية مقدمة للتطبيق الكامل للقرار 1701 أيضا كان هناك اتصال بين رئيس حكومة تصريف العمال اللبنانية ناجيب ميقاتي ووزير الخارجية البريطاني حيث تناول اللقاء أيضا الوضع في الجنوب اللبناني وضرورة خفض التصعيد على طول الجبهة الجنوبية اللبنانية هناك سلسلة من اللقاءات يعقدها اليوم وزير الخارجية والمتاربين مع عدد من سفراء الدول الأوروبية وأيضا الدول الأجنبية العاملة هنا في لبنان وذلك من أجل الحديث عن جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي من أجل بحث طلب لبنان بالتجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل عام إضافي هذه الجلسة المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تنتهي مهمة القوة الأممية وفقا للقرار الأممي في 31 أغسطس الجاري وهو ما يعني أن لبنان بحاجة أو مجلس الأمن بحاجة إلى عقد جلسة سريعة لبحث تطبيق القرار 1701 وأيضا بحث طلب لبنان للتجديد لليونيفيل لبنان يريد أن يتم التجديد لليونيفيل وفقا للقواعد والصلاحيات المقررة أو التي تم إقرارها في القرارات السابقة دون أي إضافة صلاحيات لليونيفيل في هذا التجديد وهو أيضا هذا الأمر هو محور اللقاءات الدبلوماسية والسياسية التي يجريها لبنان في هذه الأسناء فبالتالي هو التجديد لليونيفيل وأيضا الضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالقرار 1701 الذي يفضي إلى عودة الهدوء مرة أخرى إلى الجنوب اللبناني طيب بالأمس كان هناك كما تعلم أحمد كان هناك تبادل لإطلاق النار والقذايف والصواريخ والمسيرات على نطاق واسع بين إسرائيل وحزب الله وبالأمس أيضا حسن نصر الله كانت إذيه كلمة كيف ينظر اللبنانيون في العاصمة على الأقل لكل هذه التطورات ما الذي يتخوف منه اللبنانيون إذا ما اشتعلت هذه الحرب في الجنوب رغم كثافة العمليات التي جرت بالأمس على طول الحدود الجنوبية اللبنانية سواء باستهداف كاش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف أكثر من 50 بلدة لبنانية على مدار يوم أمس وأيضا العمليات غير المصدوقة التي نفزها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية إلا أن هناك تفاؤلا حذرا في الشارع اللبناني بقرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الجبهة الجنوبية اللبنانية توازيا مع الجهود المبزولة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة كانت هناك تصريحات للأمين العام لحزب الله بالأمس يتحدث فيها على أن العملية التي تمت بالأمس هي عملية منتهية وليست مرحلة أولى أو رد أولي وأن الأمر سيقضع للتقييم خلال الفترة المقبلة لإعطاء البلد ما يمكن وصفه بهدنة على حد ما جاء فيه القطاب وأيضا دعا المواطنين إلى العودة إلى منازلهم ودعا المواطنين إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وقال أن البلد تحتاج إلى نفس في هذه الأثناء بعد حالة التوتر غير المسبوقة على مدار شهر تقريبا منذ استهداف الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وحتى الآن فربما هذه الإشارات التي تحدث عنها الأمين العام لحزب الله أثرت ارتياحا في الشارع اللبناني بأن الجنب اللبناني لا يريد الحرب ولا يريد التصعيد على المستوى الرسمي أو أيضا على مستوى المقاومة ومستوى حزب الله وكان أيضا الأمين العام في كلمته قد أشار إلى أن إسرائيل تحدثت أيضا إلى أنها أوقفت العمليات تجاه لبنان وأنها أنهت عملياتها في الجنوب اللبناني فبالتالي هو يقول أن إسرائيل أيضا إذا انتزمت بهذا الأمر فربما يكون هناك بوادر لتهدئة على طول الفدود الجنوبية اللبنانية ولكن ربما ما يمكن أن يضيف الطمأنة لللبنانيين هو إمكانية نجاح الجهود المبزولة لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة فربما هذا الأمر سيكون هو المحور الأساسي في عودة الطمأنينة للمواطنين اللبنانيين وعودة أكثر من 200 ألف نازح ما بين نازحين مسجلين ونازحين غير مسجلين إلى الجنوب اللبناني الذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم على مدار الأشهر القليلة الماضية وتدمرت زراعتهم وعدد كبير من المنازل وما إلى ذلك فبالتالي هناك تفاؤل حذر في الشارع اللبناني جراء التصريحات التي أدل بها الأمين العام لحزب الله بالأمس وأيضا جراء الهدوء الحذر على طول الجبهة اللبنانية منذ عصر أمس وحتى اليوم فبالتالي كل هذه الأمور ربما تصير بعض الطمأنينة في الشارع اللبناني في هذه الأسناء خصوصا أحمد يبدو أن طرفين كما قلت لا يريداني تصعيدا واسعا في المنطقة وبالتالي ذلك ينعكس بشكل مباشر على اللبنانيين سواء في العاصمة أو في مختلف المحافظات اللبنانية في الجنوب وغير على أي حال شكرا جزيلا أحمد سنجاب من مكتبنا في بيروت وليس من محيط مجلس الوزراء شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات سنستكمل هذه الجولة مشاهدين لكن بعد فاصلا قصير أهلا بحضراتكم مجددا أعلن الجيش الروسي استخدم أسلاحة عالية الدقة لضرب بناء تحتية للطاقة الأوكرانية تدعم المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش شن هجوما واسع النطاق على منشآت البناء التحتية للطاقة الأوكرانية يأتي ذلك فيما كشفت الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت قنبلة موجهة من طراز هامر و58 طائرة أوكرانية مسيرة ينضم اليمن موسكو والزميل حسين مشيك مرسل القاهرة الإخبارية حسين أهلا بك في هذه الجولة أيضا روسيا بحسب أوكرانيا وربما أخبار أيضا من موسكو تقول أنها شنت غرات بحسب الرواية الأوكرانية هناك 100 طائرة مسيرة لا أدري إذا كان صاروخ أو طائرة مسيرة شنت هجوما خلال الساعات الماضية على بعض المقاطعات أو كثير من المقاطعات الأوكرانية ما الرواية الروسية في هذا الشأن نعم همام بالفعل وزارة الدفاع الروسية أكدت على شأن ضربات عالية الضقة على عدة مدن أوكرانية وتحديدا العاصمة كييف إضافة إلى أديسة وخاركوف وأيضا الغرب الأوكراني وتحديدا مدينة الفوف طالهم أيضا القصف الروسي والضربات الصاروخية الروسية أكدت الدفاع على أن تلك الضربات استهدفت المنشآت الطاقة الأوكرانية بالإضافة أيضا إلى المنشآت التي تستخدم للجيش الأوكراني أي منشآت طاقة ومنشآت ذات صلة بالجيش الأوكراني روسيا منذ فترة بعيدة لم تستهدف منشآت الطاقة في الأراضي الأوكرانية لكن هذه الضربات اليوم أتت وتحديدا ضد منشآت الطاقة في أوكرانيا تأتي بعد استهداف أوكرانيا لمنشآت للطاقة الروسية بالإضافة أيضا إلى استهداف أوكرانيا لميناء كفقاز وتدمير عبارة كانت تحمل 30 خزان وقود في ميناء كفقاز تلك الضربة التي أدت إلى أسار سلبية على أراضي القرم تحديدا نتيجة أن تلك الخزانات كانت متوجهة إلى منطقة القرم أتت الضربة الروسية اليوم على منشآت الطاقة الأوكرانية دائما موسكو ما تقوم بمثل هذه الضربات كردة فعل على الاستهدافات والضربات الأوكرانية لكن بعض الخبراء يتحدثون همام عن أن موسكو لربما تكسف مثل هذه الضربات خلال الفترة المقبلة وتحديدا مع بداية تفصل الشتاء في الأراضي الأوكرانية والأراضي الروسية وذلك من أجل تقليب الداخل الأوكراني أكثر على النظام الأوكراني وخاصة أن بعض وسائل الأعلام الروسية تتحدث عن أن نسبة كبيرة من الشعب الأوكراني الآن بدأت ترفض وجود زينينسكي وأيضا قاضة النظام الأوكراني نتيجة التعبئة العسكرية التي فرضها النظام الأوكراني إضافة أيضا إلى عدة قوانين فيمكن الحديث عن أن ضربات روسية على منشآت للطاقة تؤدي إلى وقف التدفئة وأيضا ووقف الكهرباء يمكن أن تكون مثل هذه الضربات أو هذه الخطوات أيضا إضافة لتقليب الداخل الأوكراني أكثر على القيادة الأوكرانية وعلى النظام الأوكراني وأيضا هذه الضربات تأتي كإطار الرد الروسي على ما تقوم به القوات الأوكرانية من استهداف لمنشآت الطاقة في الأراضي الروسية همام أما في التطورات العسكرية أيضا طيب قبل أن نستمر في التطورات العسكرية حسين نبقى في هذا الهجوم الذي وصف بأنه هو هجوم مواسع لم يحدث منذ فترة من قبل روسيا على أوكرانيا وفي محافظات وصلت إلى غرب أوكرانيا حتى لم تكن تستهدف قوات الروسية هل ينظر إلى هذا الهجوم على أنه رد مباشر على ما حدث في كورسك؟ حتى الساعة لا تتحدث السلطات الروسية همام على أن هذا الهجوم هو رد على مقاطعة كورسك إنما تؤكد القوات الروسية أو المصادر الروسية على أن هذا الهجوم هو يأتي في إطار مساره الطبيعي للعملية العسكرية وأيضا للرد الروسي على ما تقوم به أوكرانيا تجاه محطات الطاقة في الأراضي الروسية لا يمكن اعتبار أن مثل هذه الهجمات هي تأتي في إطار الرد الروسي على هجوم أوكرانيا على مقاطعة كورسك همام لأن الهجوم الأوكراني على كورسك لازال حتى هذه اللحظة لازالت المعارك دائرة بين القوات الروسية والأوكرانية أيضا مقاطعة كورسك تعتبر من ضمن الأراضي الروسية التاريخية إذن الرد الروسي على هذا الهجوم سيكون مختلف تماما عن الخطوات الروسية السابقة ولسيما أن موسكو ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها محطات الطاقة في الأراضي الأوكرانية إنما كانت تستهدف هذه المحطات بين الحين والآخر أي عندما تقوم أوكرانيا بتوجيه ضربات على محطات الطاقة الروسية كانت القوات الروسية ترد باستهداف محطات الطاقة في أوكرانيا وكما تذكرت لك العمل الثاني أو العمل الآخر وهو اقترابنا من بداية فصل الصيف وخاصة أن درجات الحرارة تتدنى كثيرا في أوكرانيا وفي روسيا لذلك يمكن أن يؤدي هذا العمل قد ضغط أكثر على القيادة الأوكرانية وعلى النظام الأوكراني بكيادة برودي مرزيلينسكي أما بالنسبة لمقاطعة تيكورسك المعارك لازالت دائرة والرد الروسي سيقوم مختلف حسب قراءة الخبراء عندما يقول الجيش الروسي أنه يستخدم أسلحة عالية الدقة ما الذي يقصد به تحديدا؟ بالنسبة للأسلحة العالية الدقة فهنا القصد أو المغزى من هذه الجملة أو هذه العبارة وهو التأكيد على استخدام منظومة إسكندر أو أسلحة مختلفة أي أن الهدف تم تحقيقه بشكل كامل وأنه لا يوجد أي خطأ أو أي نسبة يمكن أن تؤدي إلى عدم إصابة الهدف والجيش الروسي ومنذ بداية العملية العسكرية يتقصد استخدام مثل هذه العبارات في بيانات وزارة الدفاع الروسية للتأكيد على أن الضربات لم يتم استهدافها أو توجهها بالمسيرات إنما تم استهداف المنشآت الطاقة في أوكرانيا أو أهداف أخرى بأسلحة عالية الدقة أي بأسلحة يمكن أن نتحدث عن أسلحة باليستية صواريخ باليستية أو أسلحة تفوق سرعتها سرعة الضوء مثل صاروخ سرمات حتى هذه اللحظة روسيا لم تتطرق إلى هذه الأسلحة لكنه يمكن خلال الفترة المقبلة أن تستخدم أسلحة مختلفة عن الأسلحة الصالحة يعود لدي وقت تماما كنت تريد أن تتحدث عن آخر التطورات العسكرية لو تحدثت عنها في عشرين ثانية من فضلك همام بالنسبة لمقاطعة كورسك المعلومات الروسية تؤكد على أن القوات الروسية تسيطر على جميع خط الجبهة في المقاطعة أيضا في مقاطعة دانيتسك هناك تقدم للجيش الروسي أيضا في مقاطعة بيليغراد هناك إصابات في صفوف المدنيين عدد القتلى المدنيين وصل إلى أكثر من خمسة قتلى بالإضافة أيضا إلى خمسة عشر جريح نتيجة القصف الأوكراني على مقاطعة بيليغراد نعم شكرا جميع هذه الخطوات العسكرية تتزامن مع القصف الروسي على مختلف المدن الأوكرانية شكرا للتزام بالوقت حسين مشيك مراسل القائرة الإخبارية على هذه المعلومات وعلى هذه الإفادة كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك أعلانت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في غارات الجوية الروسية استهدفت عدة مناطق في سياق المتصل أفاد رئيس بلدية كييف من قطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه في عدة مناطق بالعاصمة الأوكرانية نتيجة للهجوم الجوي الروسي كان الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق أن دفاعات الجوية تنجحت في تدمير أكثر من عشر طائرات مسيرة لدى اقترابها من العاصمة كييف إذن الزميل غيث مناف مرسل قائرة الإخبارية من كييف ينضم الإيلان عن الهواء المباشرة غيث أهلا بك في هذه الجولة إذن روسيا لا تنظر إلى هذا الهجوم الواسع لأنه رد على ما حدث في كوريسك هل تتفق أوكرانيا مع النظرة الروسية؟ مع ذي التحية همام دعني أشير لما جاء من قبل الرئيس الأوكراني ذو لديمير زيلينسكي في حاطتها الصباحية جراء هذا الهجوم الواسع النطاق الروسي حيث أعلن الرئيس الأوكراني بأن أكثر من 200 هدفا جويا تم استهدافه من خلاله الأراضي الأوكرانية وزير رئيس المزراء الأوكراني أشار بأن 15 مقاطعة في الأراضي الأوكرانية تم استهدافها بشكل مباشر أصيبت البناء التحتية للطاقة الكهربائية وأيضا لإمدادات الطاقة المائية بالإضافة إلى ذلك كما أشير في صابات متعددة بلغت أكثر من 25 مدنيا في كل المقاطعات التي تم استهدافها أيضا منذ لحظات قليلة وأقل من 45 دقيقة استهدفت العاصمة الأوكرانية كيف وبالتحديد ضواحيها ومحطة الطاقة الكهرمائية في منطقة كيرسكيو أوبلس وهذه التحديد الذي أشير من خلاله رئيس الدائرة الكهربائية بأن هذا الاستهداف يشير الذعر ما بين المواطنين ولكن لم يتم استهداف هذه المحطة ولا يمكن استهدافها بصواريخ روسية اعتيادية وإنما يجب أن يكون هناك ضربة نووية لتتمكن من استهدافه بالفعل السد المائي أو شد كيف المائي الذي هو ينقل التيار الكهربائي لأجزاء من الأراضي الأوكرانية بالإضافة إلى ذلك الرئاسة الأوكرانية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قالت بأن هذا الهجوم هو واسع النتاق وهو ردا من قبل الجانب الروسية على ما قامت به القوات الأوكرانية لا تتمكن القوات الروسية من ضرب مجموعة من الأهداف بقوام سلاح تجاوز 200 ضربة جوية وهذا الشيء الذي حضرت له روسيا منذ بداية الهجوم الأوكرانية على منطقة كورسك حتى يوم أمس وكانت تليها عمليات تدريبية واسعة لمقاتلين تيو 95 الروسية وأيضا من مقاتلين ميك 31 وهذا الشيء الذي شهدنا في تختيتنا الأعلامية التي كانت في الأسابيع الماضية حيث كانت القوات الروسية تقوم بطلعات تدريبية تستهدف بمجموعة قليلة من الصواريخ لجز نبض الدفاعات الجوية الأوكرانية وأين هي تتواجد؟ بالفعل هناك إخفاق كبير للقوات الأوكرانية في التصدي لكل الأهداف الجوية وهذا الشيء الذي لاحظنا في انقطاع التيار الكهربائي واستهداف معظم مرافق الطاقة الكهربائية على الرغم من أن الرئيس الأوكراني قال يستهدفون الطاقة الكهربائية من هنا ونقوم بترميمها وعادتها إلى المواطنين وهذا الشيء الذي حذر منه يوم أمس وزير الطاقة الأوكراني بأن الشتاء الأوكراني سوف يكون شتاء قارسا ولا يرجو من المواطنين أن يتفائلوا بهذا الشتاء طالما هناك حرب واستهدافات متكررة غيث أعلن أيضا عن استداف محطة الطاقة الكهربائية في مدينة لفيف غربي أوكرانيا هل يعد ذلك هجوما نادرا على هذه المدينة التي قل ما تتعرض لضربات روسية همام المنطقة التي نادرا ما يتم استهدافها هي مدينة لوتك وهي التي لا تبتعد عن الحدود الأوكرانية البولندية سوى 30 كيلو مترا وهذا الشيء الذي وضع علامات استفهام كون الخطر كان على أبواب البولنديين وكانت هناك تحليق مكثف لمقاتلات F-16 البولندية التي كانت واخترقت بعض الأجواء الأوكرانية ثم عاودت إلى الأجواء الأوروبية وهذا الشيء الذي ينظر بأن روسيا أما تنقل رسالة للغرب بأن تدخلكم في الداخل الأوكراني سوف يعرضكم لوابل من المسيرات أم هي كانت ضربة استفاقية عرضية على منطقة لوتك ولا سيما بأن استهدف فقط مبنى سكني متكون من خمسة أدوار تم أخلائه قبيل هذه الغارة وهذا أشياء الذي يرجح بأنها أما ضربة خاطفة أو كانت خطأ في عمليات الاستفاقات الروسية في هذا الهجوم الواسع المطاق إليك الكلمة شكرا جزيلا غيت ملاف مراسل قائل الإخبارية من العاصمة الأوكرانية كييف على كل هذه المعلومات وعلى هذه الإفادة وصلنا إلى ختام هذه الجولة شكرا لجميع الزملاء مراسلين الذين شاركوني إياها شكرا لكم جميعا على كل هذه المعلومات وعلى هذه الإفادات الشكر موصول حضراتكم مشاهدين على طيب المتابعة بعد قليل وعلى رأس الساعة تلتقيكم الزميلة داليا ناجاتي في جولة إخبارية جديدة ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة